في الفيديو ده هنبتدي في الديكوريشن بتاع الانترير سين بتاعنا وخلينا اقول لك على السري ليفلز اللي تخليه يتحول من كده من كده خلينا متفقين كده ان دي اهم مرحلة في البروستس كلها ان هي عاملة بالزبط زي اك انك عامل كيك طعمه حلو قوي بس زي وقته بالشكل ده نفس الفكرة هنا بالزبط انت عملت المشروع في الفيديوز اللي فاتت زبطت المودلينج والاضاءة والتكشراس بتاعته وبعد كده جيت في الاخر حطيت فرش بالطريقة دي فخلينا نحل المشكلة مع بعض ايه بقى المشكلة مع ليفل 1 كتير مبتدين لما بيجي الوقت ان احنا نبتدي نعمل ستيلايز السين بتاعنا او نحط فيه بقى عفش ككنبة وكرسي والكلام ده ببتدي يفتح بلندر كده وينزل منه اي موديل يشوفه كده الواحد وشكله حلو المشكلة في الطريقة دي ان انت هتبتدي تنزل حاجات ملاش علاقة قوي بالسين يعني مثلا الكنبة دي عجبتني فهنزلها وهبتدي اعمل نفس البروسيز دي للكرسي والسجادة والترابيزة والكلام ده كله ففي الاخر هيطلع معنا التصميم اللي هو شكله طبعا غير الستايل اللي احنا ماشيين بيه فخلينا واحد واحدة كده نحل المشكلة دي وده يودينا للليفل اللي بعده قبل ما نبدأ ان نقي الاسز اللي احنا عاوزينها لازم نفرق ما بين حاجتين شكل الحاجة ذات نفسها يعني مثلا شكل الكنبة دي ولون الكنبة دي يعني الكنبة دي المفروض تشوفها كأنها من غير لون كأنها موضل سادة وتشوف الالوان بتاعتها بشكل منفصل لان انت ممكن يعجبك مثلا اللون كنبة معينة وشكل كنبة تانية فممكن تاخد اللون من الكنبة دي وتحطه على الشكل اللي كان عجبك يعني مثلا الكنبة دي انا كان عجبني الالوان بتاعتها او الماتيرياليز بتاعتها بس ما كانش عجبني شكلها الكنبة دي عجبني شكلها بس ما عجبنيش اللون اللي هو باية اللي عليها ده فممكن ياخد اللون اللي انا اخترته من الكنبة التانية وابتدي احطه على الكنبة دي وبرضو لازم تاخد بالك ان انت تقدر تغير بقى في الاتنين دول كشكل اصلا وكل لون يعني انت مثلا مش عاجبك ان الاتنين دول لازقين في بعض من هنا ممكن عادي تزق اللي هي الحتة دي كده تاخدها على الموديل ذات نفسه وتبتدي تزقه كده مثلا وهكذا وتبتدي تحرك بقى معا المخدات والكلام ده كله نفس الكلام في اللون مهما كان اللون معقد مثلا زي ما انت شايف هنا كله طبعا الماثرية اللولية الحاجات بتاعتها بس هتلاقي حتة معاينة بتغير منها اللون ممكن تبتدي تلعب في الالوان كده لحد ما تقعرف اني لون اللي بيبتدي تغيره مثلا ده اللون اللي هو الشادو فهتلاقيه اغمأ سنة عشان يدي كده افكت بالضل ومسلا هنا ممكن تلاقي اللون الاساسي بتاع الحاجة ذات نفسها فبص ممكن لو عدت تجرب في الالوان دي هتلاقيك بتغير اللون ممكن برضو زي ما احنا اتفقنا في اي حاجة ممكن تغير لونها بي اللي هي النوت دي ممكن نحطها هنا كده وبالكنترول ايدي على الكنترول واسحة بالنقط دي كلها الزقة هنا عشان ابتدي تغير اللون او تنت اللون زي ما انا عاوز فبرضو لازم يكون عندك في النقطتين دول لما تفهم نقطتين دول وتبتدي تدرك ان انت مش لازم تختار كنبة زي ما هي بشكلها بلونها بالكلام ده كله وممكن تختار متاريال وتغير برضو على لون وتقدر تختار كنبة وشكلها عاجبك بس عاوز شوية تعادلات هيبتدي يتفتح لك كتيرة جدا تقدر تنقي ما بينها طيب تنقي اصلا على اساس ايه ما هو انا برضو مش هنقي على مزاجي انا عارف ان انا قلت الموضوع ده كتير بس فعلا هو لازم تنقي على اللي انت شغال عليه يعني مفاش تبتكر حاجة من دماغك الا لو انت مغزي دماغك بالحاجات اللي انت هتشتغل عليه فلازم اول حاجة قبل ما بتشتغل على اي مشروع بتجمع صور من على اه من على اقلت حاجة شبهها في بلندر لكن ان انت تخلق حاجة من دماغك بكل التفاصيل دي صعب برضو موضوع ان انت تبص على بيبتدي بقى يفاهمك الكنبة ديها لما يكون قدامها ترابيزة شكلها كزا هتبقى حلو ولا لا فهبتدي برضو نقل الحاجات اللي حوالين الابجيكت بتاعي على اساس اللي انا شغال به وبردو الكزا صورة اللي انا ممكن هشوفها يعني ممكن مسلا يعجبني الترابيزة اللي هنا بس يعجبني الكنبة اللي في الصورة الفلانية دي فبتدي اميكس ما بين الحاجات دي طبعا مش هتلاقي نفس الترابيزة ديها بالزبط في بلندر بس هتلاقي حاجة شبيهة وبردو ممكن تلاقي ترابيزة سيمبل خالص ممكن انت تعملها باي هند على بلندر يعني مسلا دي عبارة عن مستطيل او مربع وفي بس كده حاجة مسكها فالموضوع سهل وما تخافش وانت بتجرب كزا اوبشن يعني ممكن تجرب اوبشن معجبك شبه كده تجرب التاني لحد ما تستقر على واحد تحس ان هو عجبك برضو من خلال اللي انت شفته والكلام ده طبعا الكلام ده منطبق على الكنبة الترابيزة برضو نفس الكلام بتبتدي تجرب كزا اوبشن لحد ما فيه واحد يكون شكله عجبك صار ما فيش حاجة اقولها في الحتة دي غير بس ان انت تفضل تجرب وتعيد وتشوف الوان تانية واشكال تانية لحد ما يزبط لشكل العام عندك بس اقدرت دي كم حاجة مهمة لازم تاخد بالك منهم اول حاجة السطارة السطارة لازم تاخد بالك ان هي ليش اكلها حلو كده طبعا عشان الماتيريال زي اللي انا احططها عليها والماتيريال برضو اللي هنا دي وبرضو في حركة مهمة جدا لازم تعملها في الستير ان انت تيجي كده تمسك اللي هما الاتنين دول اللي هما المفروض السطارة الشفافة وهتيجي هنا عند اه بروبرتز ويتطفي الشادو بص كده بالشادو من غير بص كده الدنيا الليميت ما بقاش فيه اشعة شمس داخلها طبعا ممكن اقعد ازود الشمس واخلي قوطها بزيادة قوي بس الموضوع ده هيبقى مش احسن حاجة فالاحسن ان انت بس تطفي من عليها الشادوز وده يخلي الستايل العام بتاع الشكل عندك واقعي اكتر من ان انت تخليها بتحط شادو للسين بتاعك اخر حاجة اقولها السجادة بيشوف ناس كتير موجود تحط قصلا سجادة في التصميم بتاعها او بتحط سجادة شكلها وحش وده طبعا غلط لان هي بتاخد اكبر حيز من الصورة او اكبر حاجة من الصورة هي بتبقى قوطها للسجادة مع ان هي بتبقى في او مش قوطها قوي بس هي فعلا بيتأثر على الستايل العام بتاع السين فبرضو اخد وقتك في النقطة دي وحاول تلاقي لون سجادة شكله حلو وعشان الموضوع ده كان بالنسبة لي صعب او لما كنت ببدأ وما بلاقيش سجادة شكلها يكون لسين بتاعي فعملت لك الده او دي السجادة اللي انا عملها دي ممكن تحط عليها اي صورة من النت يعني مصلا الصورة دي من على النت وبس تشبكها في الماتيريا البتاعتها كصورة وهي هتعمل شكلها في بلندر عشان تنزل السجادة دي ممكن تخش على اللينك اللي ان سا ticks للدسكريبشن هتلاقيه برضو فري ممكن تنزل الصورة دي وتحط عليها اي صورة من على النت تكون عجبك شكلها ما تنساش تحط وبرضو خلي بالك ان ان انت متحطهاش على finale الاكسيسوريز مش مهمتها ان هي تبقى ظهرة في الديزاين. مهمة الاكسيسوريز ان هي يعني تخليك عندك احساس ان فيه ناس عايشة هنا. فحاول تعطيها بشكل واقعي. اخر حاجة السقف. السقف مش بس ان احنا بنرمي عليه اي صورة او اي اه موضل مسلا نجفة او كده وبس خلاص كده تمام نبقى عملنا السقف. لا السقف برضو ده من ضمن الديزاين لازم تاخد بالك جدا من التصميم اللي انت هتعمله فيه. انا هنا عامل تصميم سيمبل عبارة عن اتنين بروفايل ليد وشوية اضاءات سبوتلايت. ممكن تنزل كل الكلام ده من بلندر كده اكتب هنا مثلا سبوت. وهتلاقي كمية سبوت موجودة فري على بلندر. ممكن تستخدم حاجة تكون لايق على الديكور اللي انت ماشي بيه. وطبعا البروفايل ليد ده عملناه قبل كده في الفيديوز اللي فاتت. بس برضو سريعا كده هو بس عبارة عن مربعين او مستطلين لازقهم كده على الحيطة. يعني اخطتهم كده بس ان هما يكونوا بينين. ويمدي لهم بسيط جدا زي اللي احنا عملناه قبل كده. بعد ما توصل للمرحلة دي بعد طبعا ما تجرب كزا حاجة وتجرب كزا لون سجادة وتجرب كزا كورسي لحد ما يزبط. وبعد ما تجرب الحاجات دي تجرب عليهم الوان مختلفة وماتيريالز مختلفة عشان يديك الشكل اللي انت شايفه ده. النتيجة اللي هتوصل لها نتيجة ان شاء الله تكون مرضية جدا. لو عاوز بقى تاخد الموضوع كمان خطوة القدام ممكن نخش فيه. في لابل سري لازم تاخد بالك من ادقة تفاصيل عشان توصل للمستوى ده. او عشان تطلع ديزاين ممكن تحطه فعلا ويبقى والناس كمان تتعلم منه. المستوى ده عشان توصله لازم هنطلع شوية من ونبتدي نشوف اللي موجودة برا. الموضوع ده هيبقى متعب جدا وبياخد وقت كتير جدا بس فعلا لازم تبتدي تتعلمه من دلوقتي علشان تسرع عملية ان انت تتطور في المستوى ده عشان توصله لازم تبتدي تشوف وتشوف اللي ممكن تجيبها من الانترنت بعيدا عن وتبتدي تزبطها عشان تكون مناسبة لالسين بتاعتك. زي مسلا ايميش. ايميش طبعا هو برنامج مدفوع بس بيديك ممكن تستخدمها في كل المشاريع من بقى لبس الحد الحد كل حاجة ممكن تحتاجها في الانترير ديزاين. وطبعا هتلاقي منه شوية ممكن تنزيلها زي برضو اللي هو برضو مدفوع بس هتلاقي فيه شوية حاجات كتيرة موجودة في وغيرها من المواقع الكتير اللي انت ممكن تخش عليها على الانترنت زي مسلا اللي انت هتلاقي عليه حاجات كتير بس للاسف هي معمولة البرامج تانية زي فهنا الفكرة ان انت هتتعب شوية في حتة ان انت هتنزل الموديل وبعا كده هتتزبط بتاعته في بلندر. طرقة دي متعبة وتاخد وقت منك كبير جدا بس في الاخر هتديك نتائج مرضية جدا وهتخلي بتاعتك تكون بمستوى تاني خالص. لو انت لسه مبتدئ ولسه مش اخد على بلندر قوي فبلاش تدخل نفسك في حوارات ان انت تبتدي تجيب اسز من عن نت وتزبطها وكده. انا رأيي تفضل معها على بكل بساطة كل اللي عليك ان انت تجيب الاسز اللي موجودة على بلندر كت وتبتدي تعدلها برضو من الاسز اللي موجودة والماتيريالز اللي موجودة على بلندر كت. هياخد وقت منك عبار ما تبتدي تماتش الالوان اللي انت محتاجها للدزاين والكلام ده كله بس تكون بداية كويسة جدا ليك في اول شغل لي. ومع الوقت ان شاء الله تبتدي تنزل مسلا ايتم او اسد من هنا على اسد من هنا لحد ما تبتدي واحدة واحدة تتعلم ازاي تزبط الاسد دي عشان تكون مناسبة لبلندر. بعد ما تحط للدزاين بتاعك لازم بقى نبتدي نخش في اخر مرحلة واخر فيديو وهو ازاي بقى نصور الشكل ده عشان يطلع شكله حلو. لان في الاخر كل الدزاين اللي انت بتعمله ده هيترجم لصورة تتبعت على الواتساب او تتبعت على جوجل درايف. فلو الصورة دي مش حلوة والوانها مش كويسة فكل اللي انت عملته ده عالفاضي. فلو عاوز ستتعلم ازاي تزبط الزواية بتاعت الكاميرا بتاعتك وازاي تزبط بتاعك عشان تطلع صورة احترافية دوس على اخر فيديو هيزهر على الشاشة.